انتشلت كوادر دفاع مدني غرب إربد اليوم مركبة بيكاب سقطت في قناة الملك عبدالله إثر اصطدامها بحافلة ركوب صغيرة في الشونة الشمالية وقال مصدر أمني أن سائق المركبة استطاع الخروج منها بعد سقوطها في القناة فيما لم ينجم عن الحادث إصابات بالأرواح يشار إلى أن الطريقة الزراعية المحاذية لقناة الملك عبدالله تشهد حوادث سقوط متكررة لمركبات في المياه نتيجة ضيق الطريق ووجود زوايا حادة مخفية عن السائقين إلى جانب افتقارها للإنارة